موسيقى موسيقى السلام عليكم وزارة الزراعة والصناعة تناقشان واقع زراعة وانتاج محصول الشواندر السكري والخطة التصنيعية لشركات السكر يعد محصول الشواندر السكري احد اهم المحاصيل الاستراتيجية في سوريا من حيث مساهمته في دعم القطاع الصناعي والزراعي بالاضافة الى مساهمته في توفير العديد من فرص العمل ويأتي اجتماع اليوم للوقوف على واقع زراعة هذا المحصول للعام الفين واثني عشر الفين وثلاثة عشر واتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية والفنية لتسويق واستلام المحصول من خلال الاجتماع اليوم تم وضع خطوط العريضة للتسويق المحصول حاليا هذا العام ستم تشغيل شركتي سكر تلسال حب بزار الغاب وشركة سكر جس الشغور لاستيعاب الانتاج السنوي تبلغ الخطة الانتاجية للموسم الزراعي الفين واثني عشر الفين وثلاثة عشر خمسة وعشرين الفا ومئتي هكتار منها تسعة عشر الفا عروة خريفية وستة الاف ومئتا عروة شتوية تم تنفيذ خمسين بالمئة من هذه الخطة تقديرات الانتاج كما وفدنا في مدير الزراعة بحدود ثلاثمية وعشرين الف طول تم التأكيد على متابعة التجارب بزراعة العروة الصيفية المحصول لشنون درس الكري لإيجابياتها وطبعا من ناحية الانتاجية ومن ناحية التصنيعية لفؤيد هذه العروة كتجارب مستمرة من قبل هيئة العامة البحوث العلمية الزراعية السادة وزيري الزراعة والصناعة أكدا أهمية تشكيل لجنة لدراسة كافة القضايا التي تتعلق بزراعة وتسويق هذا المحصول مشددين على ضرورة اعتماد العروة الصيفية لما تحققه من قيمة مضافة لهذه الزراعة وأجمع المشاركون على تشكيل لجنة تعنى بدراسة تكاليف الانتاج الفعلية وتقديم المقترحات الداعمة لهذه الزراعة أصدرت وزارة السياحة التعليمات التنفيذية لقانون إحداث السجل السياحي لعام 2013 ويتألف السجل السياحي من سجل المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية والشركات السياحية ومحل الصناعات التقليدية وصالات المزادات وسجل المنشآت السياحية ويحل السجل السياحي محل تجاري في كل ما يتعلق بأعمال السياحة ويعتبر التسجيل في السجل السياحي شرطا لممارسة العمل السياحي والحصول على الرخص المطلوبة للمواقع السياحية أعرب العديد من الأوروبيين عن القلق وعدم الثقة الواضحة بمستقبل قارتهم وخاصة الاقتصادية وفي استطلاع لرأي أجرته مؤسسة غالوب الدولية للأبحاث لفتت المؤسسة إلى الانعكاس السلبي للأزمة الاقتصادية التي لا تزال أوروبا تأن تحت وطأتها على المجتمع الأوروبي وحياة شعوبه الذي بات يدرك حقيقة المأذق الاقتصادي الذي وصل إليه في ظل حكومات أوروبية متعاقبة لم تستطع رغم كل الإجراءات الخروج من عنق زجاجة الأزمة والولوجة إلى بوابة الاستقرار الاقتصادي كما أشار الاستطلاع إلى أن الثقة بالبنوك في الاتحاد الأوروبي قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها وفي الولايات المتحدة الأمريكية قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن هم الشديون في الولايات المتحدة هو الأعلى على الإطلاق وهذا ما ينظر بحدوث انهيار مالي كبير ليكون مشابها لأي انهيار شهدوا الأمريكيون من قبل ورأى الخبراء أن الانهيار الحقيقي للاقتصاد الأمريكي أمر لا مفر منه وأن خطط الإنقاذ التي قامت بها إدارة رئيس أوباما أجلت وقوع هذا الانهيار عبر اتباعها سياسة الهروب إلى الأمام لا أكثر لأنها لم تحل أي مشكلة وأدت إلى تفاقم حدة العجز الحكومي وقبل الختام نتوقف مع أسعار صرف العملات الرئيسية حسب مصر في سوريا المركزي اشتركوا في القناة